لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الشاعر السعودي شالح العضياني يصفع زميله امام الجمهور اقدم الشاعر السعودي شالح العضياني على صفع رجل امام الجمهور الحاضر لمحاورة شعرية جرت في الحاوية التابعة لمحافظة الطائف وسط ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة ووسق احد الحاضرين للحفلة الذي حضره جمهور كبير من عشاق شعر المحاورة ما جرى حيث تقدم الشاعر العضياني نحو منصة الحفلة وبدأ بمخاطبة الجمهور عندما قاطعه اخر وحاول سحب المايكروفون من امامه قبل ان يغضب العضياني ويصفعه ولا يوصق مقطع الفيديو اكثر من تلك اللحظات فيما لا يعرف كيف انتهت تلك الحادثة وما اذا كانت قد تطورت لمضاربة او بتدخل اخرين من الحضور وتم تدول مقطع الفيديو على نطاق واسع وسط انتقادات مدونين سعوديين كثيرا لمجرى بينما توسع اخرون في انتقاداتهم لتشمل تجمعات شعر المحاورة الذين يقولون ان كثيرا منه ما ينتهي بخلافات بين الشعراء تمتدل الحضور وكتب احد المغردين معلقا ما عاد يستحون ويهايطون الضيف لحشمة ومدري وش كل يوم لزلين مقطع سفر يحبهم للمهايط والبربرة وكبار العلوم الله يقطع ضعفة النفس وقال اخر المحاورات هذه باب شرف تنبيل الناس يليتها تمنع او تنظم او تصير عن بعد وكتب سالس في سياق مماثل متى تنتهي هذه الظاهرة السيئة في مناسباتنا والتي محسوب علينا كنوع من الفنون وهي سواليف وهياط وتخلف في معظمها وطلب بعض المغردين حصف مقطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي لعدم اثارة الخلاف لكن وسائل اعلام محلية عديدة نشرته عبر منصاتها وكانت محاورة شعرية اقيمت يوم الاحد الماضي ثاني ايام عيد الاطحى المبارك في قصر السلطان بمنطقة رانية وتطورت لمشاجرة كبيرة بين الجمهور بسبب اتهمات لشاعرين بالطعن في نسب بعضهما قبل ان ينجح المنظمون في تهديئتهم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد